اقرأ من انجيل يسوع المسيح للقديس لوقى فصل خمس من سبعة وعشرين إلى أي اتنين وثلاثين بإلنا لوقى البشير خرج يسوع من كفرنحوم فأبصر عشاراً اسمه لاوي جالساً في دار الجباية فقال له اتبعني فترك كل شيء وقام وتبعه وأقام له لاوي وليمة عظيمة في بيته وكان متكئاً معهم جمع كبير من العشرين وغيرهم فتزمر الفرسيون وكتبتهم وقالوا لتلاميذ يسوع ما بالكم تأكلون وتشربون مع العشرين والخطأ أجاب يسوع وقال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل الذين بهم سوء ما جئت لأدعو الأبرار بل الخطأ إلى التوبة حقاً كلام الرب نختم أسبوع الزيارة يلي كان فيه سلسلة لقاءات متعددة مع زكا مع مريم ومرتا مع السامريين لقاء بالأول يسوع ومريم مع الإصابات ويوحنة مبارح لقاء المرأة الكنعانية لمنطقة صور عنا واليوم اللقاء معلاوي متى العشار على الأرجح يلي منعرفه الإنجيلة هاللقاء كتير مهم لأنه الغريب بيسوع أنه كل الأحداث والتعليم والأعجيب واللقاءات صارت مع أشخاص غير متوقع يعني اليهود فكره أنه إذا كان معلم معنى أنه بده يعلم بمكان معين معنى أنه التعليم وبده يتوجه إلى أشخاص معينين معنى أنه علاقته بده تكون نظيفة مع ناس ملتزمين إلى آخره ولكن الرب أفكاره غير أفكارنا التقى بالأعمى التقى بالأبرس التقى بالخاطئ التقى بزكا العشار التقى اليوم رح يلتقى بهلاوي يلي رح يكون بمطرح ويصير بمطرح تاني إذن اللقاء الشخصي بيسوع هو مفتوح لكل الناس وخصوصا للخطأ ومن مننا ليس خاطئا ومن مننا ليس مريضا ومن مننا لا يحتاج إلى نعمة الرب يسوع وإلى رحمته إلى تعليمه مين مننا بيعرف شيء مين مننا بيشوف شيء نحن عميان كلنا ولكن الرب جاي هو نور العالم من هيك علينا كلنا أنه نعترف مبارح مع المرأة الكنعانية هي بده تعلم التلميذ سر الإيمان هي بده تعلم تعلموا منها مش هي تعلمت منهم كانوا بالأول عم بيرزلوها عم بيبعثوها هلاوي يلي بيمسي الحياة قديمة عم بيلم ضرائب بنظر اليهود هيدا عشار هيدا خاطئ عم بيتعاطى مع الدولة المحتلة مثل مثل زكا رئيس عشارين وهو بالنسبة لأله عم بيعيش شغله ولكن في شيء هون رح يصير مميز بيصوروا لوحة كأنه لاوي متى أنه أنت أكيد عم تدعيني بيتطلع بحاله أنا أنا عم بتعيطلي لأنه ما أنه مصدق حاله أنه هو رح ينحب ما أنه مصدق حاله أنه هو بيروح مع شخص نضيف مثل يسوع أنا عم بتعيطلي أنت أكيد مني أنا ما بيسوى شي دايمن المرات منقله لأ الله أنه أنا ما بقدر كون رسول لألك أنا مني تلميذ أنا خاطئ بس يسوع بيحبنا ولأنه بيحبنا وبيدعينا نحن منقدر نروح لبعيد مش لأنه نحن منستاهل ولا لأنه نحن بأعمالنا منبرر نفسنا ومنصير أهل في كتار كمان كأنه أنا وأنا عملت الشريعة عملت واجباتي صرت بيستحق لا أحد يستحق محبة الله ولكن هي تأتي لألنا مجانا بتغمرنا نحن منتهيأ لنقبله نحن حتى لما منعتريف مش تنستحق حتى نتحضر حتى نتهيأ لهالحدث الهائل أنه يجي الله يسكن بقلبنا أنه نحن فعلا نكون نضاف ومشتقن له ومحضرن له المكان إذن هاللاوي هالمطة العشار يلي بيشبهنا كلنا عيط له يسوع بكلمة اتبعني اتبعني هالكلمة إذا نتأمل فيها عم بيقولها لكل واحد وحدة منها بكل لحظة مثل ما هو وضعي مثل اللاوي وين ما بكون ع طولة العشارين والخطأة بمكان مظلم بمخدرات بمطرح بخوف بمرض يسوع بيقول لي اتبعني بده إياني بده يصير الشريك معه حتى بده يجي لعندي عمله وليمي ما نخاف نعزم يسوع ما نخاف في بعض الناس اليوم بعضهم بيخافوا انه يتناولوا باليد والكنيسة بتقول بتقول هي عطتنا انه لمسنا يا رب شفيلنا حواسنا ما انك عم بتفوت على عمق قلبي بعد انا بدي اتوسوس وفكر حالي بيستاهل او استحق انت الكامل انت اللي بتطهرني ما حدا بيدنس الله الله بيشفي الجميع ما حدا بينجس الله الله بينمي الجميع وبيعطينا انه نتحول اذا من امن ما نخاف على الله نخاف على حالنا متل ما قالنا يسوع بكو على انفسكن بكو على اولادكن يا رب نحنا اليوم متل هالمتة اللاوي منعزمك ونحنا خطأ ولكن بس تزورنا انت بتغيرنا بس تعطينا كلامك عطينا ما ننظر متل الفرسية والكتبة يلي حكموا عليك وحكموا على التلميذ ما بالو معلمكم يأكل ويشرب مع الخطأ مش بس دانوا الله نحنا كتير اوقات كمان بنظرتنا لبعضنا من دين بعضنا ومن دين الله ها قلتك ما بتشوف يا الله ها قلتك ما بتميز ما عم بتشوف العدالي ليش عم بيصير هيك انت جيت لحتى تدعي الخطأ وليس الأبرار وكلنا خطأ يا رب نشكرك على محبتك وعلى وجودك وعلى دعوتك الدايمي اتبعني اتبعينني دايما نسمعنا صوتك يا رب وعطينا متل متة ما نتردد نحنا وخطأ نتبعك نوسق فيك نبني صداء معك وانت بتحول حياتنا حتى نصير مثله تلاميذ رسل لقلك نعلن انجيلك نعلن البشرة الصارة لقلك كل سجود وتسبيح ايها المعلم الالهي الى الابد امين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر